نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن توقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيدا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة شدد المركز الإعلامي على تحمل الوزارة لسداد كافة فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل دون تحصيلها من المصلين أو تحميلهم أي أعباء أو رسوم مالية فيما يتحمل المستفيدون من ملحقات المساجد أي أن كان استخدامها فطورة استهلاك الكهرباء الخاصة دون أن يحمل ذلك على عداد المسجد مشيرة إلى أن عمليات الإحلال والتجديد للمساجد وكذلك بناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد